جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لأية محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع وجاء ذلك خلال استقباله للسيناتر الديمقراطي كريس فان هولن والسيناتر الديمقراطي جيف ميركلي عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار جولة إقليمية بالمنطقة حيث استعرض شكري موقف مصر من تطورات الوضع في غزة والاتصالات التي تطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والإنساني مؤكدا أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأولوية 100 التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار